الصيد الرئيس بشار اسد يؤكد ان المشروع القومي العربي مستهدف دائما غير ان الامل هو ان الهوية العربية بدأت تعود لموقعها الصحيح خاصة بعد سقوط الاخوان المسلمين واكتشاف حقيقة التيارات التي تستخدم الدين لمصالحها الضيقة وخلال مقابلة مع صحيفة البعث شدد الرئيس الاسد على ان هويتنا العربية ما زالت موجودة رغم محاولات تدميرها وهي قومية عربية معتدلة تحتاج لعمل اعلامي ثقافي سياسي ديني للحفاظ عليها اكد السيد الرئيس بشار الاسد ان الحديث عن ان الكادحين الذين يعتبرون القاعدة الاعرض للحزب هم الذين انقلبوا على الحزب حديث منافل للواقع ذلك ان من يدافع الان عن الوطن هم هذه الشريحة من الكادحين وابناء العمال والفلاحين جزء منهم في الجيش والجزء الاخر يدافع عن مناطقه خاصة في الاماكن التي تتطلب الوقوف الى جانب قواتنا المسلحة واضاف الرئيس الاسد ان الحرب لم تكن يوما بين فقراء واغنياء او بين كادحين واسرياء وهي ليست حرب قواعد شعبية على حزب حاكم او على الدولة كل ذلك يعني ان الصراع الموجود الان هو بين جاهل وواعن وبين وطني وعميل وبين متطرف ومعتدل واوضح الرئيس الاسد ان المشكلة هي ان ما حصل سابقا هو غياب التوازن بين الحزب والسلطة فالحزب يرسم السياسات العامة واما السلطة فهي معنية بالتفاصيل اليومية فمكافحة الفساد سواء في الدولة التي يحكمها الحزب او داخل الحزب نفسه تمثل احد اهم اركان عودة الحزب الى قواعده وجماهيره الواسعة حتى خارج الحزب ودع الرئيس الاسد الى ممارسة النقد وتصحيح الاخطاء ذلك ان نقد المؤسسة او الحكومة او الدولة هو دعم لها جميعا وخطوة لتطوير ادائها مشددا على ان ثقافة النقد يجب ان تكون احدى اساسيات عملنا الحزبي وغير الحزبي وان القضية ثقافة لا علاقة لها بالانظمة والقوانين واوضح الرئيس الاسد ان لكل زمن ظروفه وشعراته وطريقة تطبيقها ولابد ان ننظر لهذه الاهداف والمبادئ الان بشكل مختلف عما كان ينظر اليها منذ عقود ففي الخمسينيات كانت الوحدة العربية تعني ان يكون الوطن العربي كله دولة واحدة بحكومة واحدة لكن مع تكريس القطرية يبدو ان هذه الرؤية للوحدة العربية غير قابلة للتحقق في المدى المنظور فالاقتصاد العربي مرتبط بمزاج الحكام العرب فما ان يحصل اي خلاف سياسي حتى يتم تدمير كل انواع العلاقات الثقافية والاقتصادية وغيرها واكد الرئيس الاسد ان هناك قلقا على المشروع القومي العربي كونه الوحيد المناهض للمشروع الصهي اطلسي الرجعي القلق لان هذا المشروع مستهدف دائما سواء خفت المؤامرات عليه ام زادت شراسة لكن الامل هو ان الهوية العربية بدأت تعود لموقعها الصحيح وقال الرئيس الاسد متسائلا عن دور المفكرين القوميين والاحزاب القومية اليس دورهم الان لاعطاء الزخم ودفع الشباب الذين انتفضوا في الساحات متمسكين بهويتهم القومية واسلامهم المعتدل وصحح الامين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي ما يشاع عن ان المادة الثامنة هي التي ابقت الحزب في السلطة لافية الانتباه الى ان البعث كان في الحكم قبل عشر سنوات من اقرار هذه المادة فالدستور السابق المتضمن لهذه المادة لم يكن يمنع ايا من القوى السياسية ان تترشح لمجلس الشعب وتتمتع بالاغلبية بما يمكنها من تعديل الدستور وقال ان قوة الحزب الحقيقية هي بالتفاعل والدعم الشعبي لبرامجه وادائه السياسي والاجتماعي والاقتصادي وغدا تختيار قيادة قطرية جديدة لفت الرئيس الاسد الى ان الدورة الحقيقية للجنة المركزية للحزب يتمثل في محاسبة القيادة دوريا وهو ما لم يحصل خلال السنوات الماضية ولابد يكون لدينا ثقافة تحمل المسئولية مؤكدا اهمية النظر لاهداف ومبادئ الحزب وفق الظروف الراهنة والى تحقيق الوحدة العربية من خلال ربط مصالح مختلف الاعراق والشرائع والمذاهب في اطار قومية واحدة وقال الرئيس الاسد ان المقصود بالاسلام السياسي هو تلك الاحزاب التي تستغل الدين لصالح اهدافها الضيقة والفئوية على شاكلة الاخوان المسلمين وتستخدم الدين كقناع وتحتكره لنفسها وتكفر الاخرين وهي التي تعتبر انك عندما لا تقف معها سياسيا فانت لا تقف مع الله شرعيا وهذا لا ينطبق لا على ايران ولا على حزب الله فهم لا يعاملون الناس انطلاقا من البعد الديني والطائفي وانما من الابعاد الوطنية والسياسية ولا يميزون بين الدول او الجهات التي يتعاملون معها الا وفقا للمبادئ والمصالح السياسية والقضايا الاستراتيجية واضاف الرئيس الاسد هناك تسمية اعتقد انها تنطبق على جماعة الاخوان المسلمين ومن على شاكلتهم وهي ما يسمى بالاسلام الخوارجي لان الخوارج هم اول من استخدم العنف في الدين واول من فسر الدين كما يشاء من اجل اهداف سياسية ضيقة اوفئوية والاهم ان الخوارج كانوا يتشددون مع المسلمين ويتساهلون مع الاخرين وهذا ما يفعله الاخوان المسلمون الان فهم يتشددون على ابناء دينهم وبلدهم وقوميتهم ويتساهلون مع الاسرائيليين ومع الغرب بشكل عام ولا يطلبون منهم سوى الرضا واكد الرئيس الاسد على دور الاعلام الحزبي في المرحلة الراهنة وقال ان صحيفة البعث تحمل عقيدته ولها دور اساسي في الدفاع عنه وخاطب اسرة الصحيفة بالقول انتم عين البعثي الرقابية على اداء الحزب سواء قيادته او رجنته المركزية وانتم صوت البعثي لنقل معاناته وصوته ايضا عبر التواصل بين القيادة والقواعد وعليكم المساهمة كاعلاميين لتكونوا قناة للتواصل بين القيادة والقواعد وبين البعثيين انفسهم لفتح حوار يكون منطلقا ثابتا للتطوير وختم الرئيس الاسد حديثه بالقول ان هناك منذ البداية من حاول محوى كل تاريخ الحزب وتحمله مسئولية كل ما يحصل للقول بان الحزب كان مدمرا للبلاد وذلك بالرغم مما حققه من انجازات بدءا من جيش وطني وموقع سياسي وخضاب تقدمي ومواجهة القوى الظلامية عبر اكثر من خمسين عاما اشتركوا في القناة